السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصة اليوم إنجاز تمرين دائما مع الأعداد إلى 39 نبدأ بسم الله انظروا يا أطفال أمامكم طيور هذا المشهد طيور تطير في السماء إذن سنكون عشرات من الطيور لن نحسب مع بعض الأطفال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نكون عشرة عشرة من الطيور إذن نواصل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تبقى هكذا هذه الطيور لا ندخلها داخل الحيز إذن ننتبه عادة العشرات من الطيور كم؟ نحسب مع بعض واحد اثنان ثلاثة إذن عادة العشرات من الطيور هو ثلاثة جيد ثلاثة عشرات وعدة الطيور التي لم تحوط التي ليست داخل الخط المغلق أو لم نحيطها بخط مغلق عادة الطيور التي لم تحوط كم؟ نحسب مع بعض نعيد الحساب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن عادة الطيور التي لم تحوط هو تسعة نعم تسعة عادة الطيور التي لم تحوط هو تسعة عادة كل الطيور كم؟ نعم عادة كل الطيور هو انظروا كم من عشرة؟ عشرة واحدة عفوا ثلاثة عشرات واحد إثنان ثلاثة ثلاثة عشرات كل العشرات نكتبها على اليسار وما هو عادة الطيور المنفردة التي لم تحوط عفوا ليست عشرة عدد الطيور المنفردة ما هو؟ نعم جيد تسعة عدد الوحدات من الطيور هو تسعة إذن عدد كل الطيور هو كم؟ تسعة وثلاثون جيد إذن عدد العشرات هو ثلاثة ثلاثة عشرات من الطيور هذه العشرة الأولى ثانية ثلاثة يعني ثلاثون يوجد في هذه المجموعة ثلاثة عشرات نكتب ثلاثون وحدة الطيور المنفردة هو تسعة نعم إذن عدد كل الطيور هو تسعة وثلاثون عدد كل الطيور هو تسعة وثلاثون إلى اللقاء إلى قرصة أخرى إن شاء الله أتمنى تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون